اشتركوا في القناة قامت المدارس بتشكيل فريق للطوارئ وفريق للإشراف على دخول طلاب وانصرافهم ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامات وتعليق اللوحات الإرشادية وتوفير مكان ملائم للعزل عند الحاجة والتواصل المستمر مع أولياء الأمور بشأن الإجراءات الاحترازية كما تستوعب الفصول الافتراضية جميع الطلبة بمن فيهم ذو الإحتياجات الخاصة مع التواصل الفعال معهم وأولياء أمورهم من خلال تشكيل فريق لمتابعة بث الدروس بصورة دقيقة هذا وأعدت المدارس خططا استراتيجية لبرنامج صعوبات التعلم للتعلم عن بعد ولتطوير ممارسات التعليم والتعلم بتوظيف أدوات التمكين الرقمي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر